جددت الكوادر الصحية في الصفوف الأمامية التأكيد على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع كما أكدت الكوادر الصحية أن الإجراءات والبروتوكولات المحدثة تسهم في مواجهة الجائحة مشددة في الوقت نفسه على همية إجراء فحص الPCR للأشخاص الذين بدأت عليهم أعراض الإصابة والمخالطين ما بين الحقيقة والوهم خط رمادي باهت لا هو مائل إلى البياض ولا إلى ناحية السواد تلك هي حالة من يهمون أنفسهم بل ويتساهلون في تحديد نوعية الأعراض التي حلت عليهم فجأة تلك المصاحبة للإلفلوانز مقسمية ليبتعدوا عن الدقة في الصواب ويكونوا بالأصل إما مصابين أو مخالطين فقطع الشك باليقين هنا يصبح إلزاميا إلى حد الوجوب الفحص الPCR كفحص يعتبر إلزامي في ثلاث حالات رئيسية أهمها شعور بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالCOVID-19 والتي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة شعور بضيق في التنفس السعال التقيق المستمر والشعور بالإعياء أو في الحالة التي تظهر فيها نتيجة الفحص السريع بأنها إيجابية فيجب إعادة فحص الPCR للتأكد من وجود حالة قائمة الحالة الثالثة المهمة في عمل فحص الPCR هي إذا كان الشخص مخالط لحالة قائمة ويعرف أنه مخالط وتم إرسال الرسالة النصية عبر الهاتف المحمول وإذا ظهرت عليه أعراض إذا تبين للشخص أنه مخالط لحالة قائمة من خلال الرسالة النصية على الهاتف المحمول فعليه إذا كان من حاملي الشعار الأخضر فلا يخضع لحجر صحي احترازي وإذا كان من غير حاملين الشعار الأخضر فيخضع لحجر صحي احترازي لمدة سبعة أيام لكن في حالة الشعور بأي أعراض مثل الضيق التنفس أو السعال أو ارتفاع في درجة الحرارة فمن الممكن إجراء الفحص في مراكز الفحص لـ COVID-19 هذا على صعيد أهمية اللجوء إلى فحص الPCR من قبل الأشخاص الذين قد بدت عليهم أعراض الإصابة أو من بات الشك يساورهم في حدوثها أو من كانوا ضحية مخالطة ستعيد الحسابات لديهم وقتما ينبؤون بإيجابية النتيجة وحتى في سلبيتها لينتقل بنا الأمر نحو تسليط الضوء من على لسان الدكتورة مرام الشربة استشاري صحة عامة حول ما تم استحداثه من إجراءات طرأت على بروتوكول العزل والحجر الصحي الاحترازي للحالات القائمة والمخالطين والقادمين من السفر والتأكيد على أهمية إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأي تعراض أول ما يوصل المسافر لأرض مملكة البحرين بيسوي فحص بي سي آر ويحجر نفسه لين ما تطلع النتيجة إذا كان إن شاء الله متعافي ودرعة أخضر يمارس حياته طبيعية إذا كان درعة مبأة أخضر أصفر أو أحمر أو رمادي يحجر نفسه في مكان إقامته أو في المنزل وما يحتاج فحص حي يطلع من الحجر لا شيء أثمن من العافية والكيل بمكيالها درء للمخاطر التي يتبناها الفيروس ولا يفصح عن البعض منها فالوقاية بدراهمها أخير من العلاج بقناطيره لتلفزيون البحرين محمد رشيدات